إيجاد بدائل للغاز الروسي باتت من أهم التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي لا سيما ألمانيا خاصة في ظل تقليص روسيا إمداداتها بسبب العقوبات الغربية الواسعة ضدها ويبدو أن الحصول على الغاز المسال هو أهم بديل مطروح في الوقت الراهن شركات طاقة ألمانية أبرمت عقودا طويلة الأجل تصل إلى عشرين عاما مع شركات أمريكية للشراء الغاز المسال وهي خطوة ستتبعها صفقات أخرى حسب مصادر أمريكية وفي إطار البحث عن البدائل بدأت عدة دول أوروبية اعتماد استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة التي لا تستغرق وقتا طويلا لإعدادها هذه التحركات تأتي متزامنة مع مساعد دول الأوروبية للسيطرة على الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة حيث تتجه الأنظار لاجتماع القادة الأوروبيين ثلثاء المقبل لدراسة مقترحات من أجل التوصل لاتفاق النهائي بشأن التخفيف عن الأفراد والشركات من صعود أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء اتفاق لم ينجح اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في التوصل إليه في اجتماع سابق ومن بين المقترحات المطروحة أمام القادة الأوروبيين تحديد سقف لسعر الغاز الروسي الوارد إلى دول الاتحاد الأوروبي وهو مقترح ترفضه روسيا بشكل قاطع وهددت سابقا على لسان رئيسها بأنها ستقطع الغاز بشكل كامل عن دول الاتحاد في حال اعتماد هذا المقترح وبالتزامن مع ذلك أعلنت رابطة شركات تشغيل مرافق الغاز الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي خفض في سبتمبر الجاري معدل ضخ الغاز في مستودعات التخزين بنسبة 13.5% في الشهر وتوفر الخزانات الأرضية نحو 30% من الغاز المستهلك في أوروبا في الشتاء